أجازة الولايات المتحدة بيع أسلحة بقيمة مليارين ونصف مليار دولار لمصر تشمل طائرات نقل ومعدات بعسكرية وأنظمة رادار للدفاع الجوي وقالت الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط وأعلن عن الصفقة بعد ساعات من حث أعضاء ديمقراطيين في أكونغرس الإدارة الأمريكية على عدم الإفراج عن حزمة أصغر من المساعدات العسكرية ثم تعليقها العام الماضي في انتظار تلبية القاهرة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان وقالت الخارجية الأمريكية أن الصفقة لا علاقة لها بتمويل عسكري أجنبي بقيمة 130 مليون دولار جمدة في سبتمبر صفقتان بقيمة تفوق الملياري دولار الولايات المتحدة توافق على بيه أسلحة لمصر في طريقها لتصبح ضمن عتاد مصر العسكري البنتاجون يؤكد في بيان موافقة وزارة الخارجية على الصفقتين وتولي شركة لوكهيد مارتن تزويد القاهرة بالطائرات والثري تكنولوجيز ستكون المقاولة الرئيسية للرادارات الصفقة ليست نهائية بعد تقول وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية وتشير إلى أن الأسلحة ستحسن قدرة مصر الدفاعية من خلال توفير دعم جويا لقواتها عبر نقل المعدات والأفراد كما أضافت أن الطائرات يمكن استخدامها أيضا في مهام الدوريات البحرية والإنقاذ على الرغم من ورودها في الميزانية علقت الخارجية الأمريكية في سبتمبر الماضي بعض المساعدات العسكرية للقاهرة المقدرة قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار سنويا 300 مليون منها مشروطة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر إدارة بايدن حينها حجبت 130 مليون في بادرة لقت انتقادات من بعض المشرعين الأمريكيين الذين طلبوا بإيقاف المبلغ كاملا مخاوف واشنطن الحقوقية طرحت خلال الحوار استراتيجي الأمريكي المصري في نوفمبر الماضي بعد اجتماعه بنظيره المصري وزير الخارجية أنتوني بلينكين ذكر أن تحقيق تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقة واشنطن بالقاهرة بلينكين رحب كذلك بإطلاق مصر لستراتيجية حقوق الإنسان وضمان حريتي التعبير والصحافة وعود مرة أخرى إلى ملف موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على صفقتين الأسلحة مع مصر معنا ينضم إلينا من واشنطن عماد الرواجدة براسلة تلفزيون العربي أهلا بك معايا عماد ونبدأ بالمعلومات المعلومات التي لديك عن صفقتين الأسلحة يعني الصفقات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي تستهدف مساعدة مصر على شراء معدات عسكرية وطائرات متطورة وأجهزة رادار وأجهزة دفاعية تقول الولايات المتحدة أن هذه الصفقة مهمة للأمن القومي والمصالح الأمنية للولايات المتحدة للدول التي ليست عضوا في حلف الناتو ومنها دول عربية ودول أيضا في أوروبا الشرقية وتقول الولايات المتحدة بأن هذا لا يلغي اهتمامها في ملف حقوق الإنسان يأتي هذا طبعا التطور بعد أن تقدم مجموعة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قبل أيام قليلة فقط برسالة إلى بادن تحثه على عدم أو على جدولة أو إعادة جدولة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر ومواصلة ربطها بملف حقوق الإنسان المصري كانت الولايات المتحدة كما نعلم في السابق قد جمدت نصف قيمة المساعدات العسكرية المقررة إلى مصر تقريبا 130 مليون دولار حدث ذلك في سبتمبر الماضي كما نذكر تحت ضغط من الكونغرس تم تجميد نصف قيمة المساعدات إلى أن يتحسن ملف حقوق الإنسان في مصر وتعاطي النظام المصري مع ملف حقوق الإنسان النواب الديمقراطيون قالوا قبل أيام بأن الرئيس النظام المصري والرئيس المصري لم ينفذ جميع المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان التي طالبت بها الإدارة الأمريكية وبأن التنفيذ جاء عشوائيا أو جاء انتقائيا بحيث تم استثناء بعض المطالبات المنظمات الحقوقية هنا تدعو للإفراج مثلا عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من ضمنهم طبعا بطبيعة الحال على عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرون صحفيين ومدونين تم اعتقالهم بناء على تعبيرهم واعتراضهم على سياسات الحكم في مصر تقول المؤسسات الحقوقية ويقول أعضاء الكونغرس بأن ملف حقوق الإنسان بالنسبة لإدارة بايدن باعتباره العنوان العريض للإدارة الذي تحاول جمع المجتمع الدولي حوله في مواجهة الصين باعتباره الصين نظام شمولي أن هذا الخطاب لن يعد مصدقا في العالم إذا ما تواصلت سياسات الولايات المتحدة الداعمة للأنظمة الموصوفة بالشمولية في العالم بشكل عام أيضا الولايات المتحدة هذه المساعدات تتسبب بنقد كبير داخل مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري في العام الماضي أو آخر العام الماضي واستقبل استقبال حافل هنا في واشنطن وفي إطار الحوال الاستراتيجي بين البلدين تسبب أيضا بنقد كبير في المؤسسات الحقوقية هنا خصوصا أن وزير الخارجية بلينكين في البيان المشترك الختامي لهذا اللقاء مع سامح شكري كانت الإشارة إلى حقوق الإنسان إشارة متواضعة للغاية كان التركيز الأساسي هو على أن مصر هي شريك استراتيجي للولايات المتحدة وبأنها ستترأس قمة المناخ العام المقبل وهو ما رأت فيه منظمات حقوقية هنا تشجيعا للنظام المصري على مجمل سياساته التي لا تتوافق مع منظور حقوق الإنسان الأمريكي بنشكرك كنت معنا من واشنطن أعماد الرواجد مراسلات الفيديون العربي